الفنانة الكبيرة أسازة سلوى محمد علي أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا مساء خير مرسي على الكبيرة كبيرة سنن لا ومقاماً برضاً أهلاً وسهلاً يعني أنا حبتدي الحقيقة من حدث مصري كان موجود بشكل مكسف الفترة اللي فاتت المهرجان الدولي للمسرح يعني أنا شايفة أن حتك كنت مهتمة بي جداً ما هذا الاختمام؟ المهرجان التجريبي ولا تقصد المهرجان القاومي؟ آه المهرجان التجريبي أصله هو تقريباً أول دورة أظن على ما أفتكر أنها كانت سنة التسعين واللي حصل أن إحنا شفنا نوع مسرح مختلف يعني إحنا متعودين مرات كتير على المسرح التقليدي حتى كان فيه مسرحيات بذات عارض كل يوم خميس اللي فسني عارفين الكلام ده من المسرح القاومي كنا دايماً نشوف حاجات توفيق الحكيم وساعد الدين واهبة وكده وحتى لما شفنا مسرح مغير أظن كانت مسرحية الفرافير أيه تقليف يوسف إدريس وإخراقها حتى اسمها كان غريب آه فجيبقى من مسرح التجريبي يشوفنا مسرح مغير خالص يعني مسرح قليل التكلفة مثلاً اللي هو بيتقال عليه المسرح الفقير اللي هو تقريباً من غير تكلفة خالص فده بنتجته إيه أنه أي حد عايز يعمل مسرح مش محتاج فلوس كتير هو محتاج فراغ مسرحي وممثل وطبعاً جمهور يعني من صفاته أنه قليل التكلفة آه وأيضاً إيه تاني؟ يعني كلمة التجريبي هنا يعني تجريبة جديدة؟ هل شيء جديد؟ قليل التكلفة ده شيء جديد كان في مصر أنا ذاك بيعتمد على قدرات الممثل فقط ومفيش حاجة بتعمل يعني بتخلينا نشيل عنا من على الممثل يعني مفيش ديكور مرات كتير بيبقى فضاء مجرد فضاء ما صراحي بس أو يمكن قطع الديكور بيتبقى موتيف مش الديكورات الحقيقية اللي احنا بنتشوفها اللي هو يبقى صالون مثل يعني زي مصرح الصالون فرمي اللي كانت بيتقدمه فرقة الريحاني وكان بيقدمه فؤاد المهندس وشويكار وكده دايما بنلاقي صالون ونلاقي شكل مكتبة أو شكل إيه لكن المسرح الفقير فضاء مصراحي وممثلين فهنا الممثل مسئوليته أكبر يعني مفيش حاجة بتساعد عوامل المساعدة زي الديكور والملابس يعني حتى ما فيهوش ملابس المسرح الفقير مش محتاجين نعمل كوستيومز الكوستيومز هي الملابس المسرحية يعني هي الدورة دي في مصر كانت الدورة الحادية والثلاثين مزبوط يعني بقالنا أكتر من ثلاثين سنة معا آه أظن أنها كان مفروض تبقى الخمسة وتلاثين أو الستة وتلاثين كمان لأنه إحنا وقفنا وقت الثورة ووقت الكورونا فدي دورات راح يتعلينا لكن واحد وثلاثين رقم مش قليل برد